وسيرات خير الألام لنا كهيث همال الدنى واستقر عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر دعم ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم اللهم صلى وسلم وزيد وبارك عليه الحمد لله القدير الباري ثم صلاته على المختار اللهم اغفر لنا ولمن علمنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات إنك جواد بالخيرات يا ربنا أمين قد يعجبك قول أحدهم فتقول فتح الله عليك فيخطئكه ويقول بل قل فتح الله لك ويزعم أن فتح الله عليك لا تقال في الخير إنما تقال في الشر وحقيقة الأمر أن فتح الله عليك صح أن تقال في الخير والشر بحسب ما يبين الداعي أو ينوي طيب أين نجد هذا في كتاب ربنا؟ قال ربنا سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال على لسانه بعض أهل الكتاب وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خال بعضهم إلى بعضهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم هذا في الخير وقد تستعمل في العقوبة والشر قال ربنا سبحانه حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيهم بلسون تفقنا يبقى فتح الله عليك هذه تستخدم في الخير والشر بحسب ما يبين الداعي أو ينويه دعونا اليوم نتحدث عن قبل وبعد نقرأها كثيرا في القرآن نراها أحيانا بالضم لله الأمر من قبل ومن بعد ونراها أحيانا بالفتح وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ونراها أحيانا أخرى بالكسر من قبل صلاة الفجر ثم بعثناكم من بعد موتكم بعد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل بعض أخواننا حينما يحفظون لأول مرة يخطئون فيها وإذا نبههم أحد إلى هذا الأمر يعني تذكروا موضعا ونسوا آخر لكن القاعدة تسهي بالأمر إن شاء الله دعونا نتفق أننا إذا لم نجي مضافا إليه بعد كلمة قبل أو بعد فإننا حينئذ نبنيها على الضر سواء وجدنا حرف الجر من أم لم نجده نقول لله الأمر من قبل ومن بعد هل هنا مضاف إليه؟ لا لا يوجد إذن نبنيها على الضم نقول من قبل ومن بعد الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين قبل هل بعدها مضاف إليه؟ لا لا يوجد إذن نبنيها على الضم انتفقنا؟ طيب إذا وجدنا المضاف إليه حينئذ عندنا صورتان إما أن تكون قبل أو بعد مسبوقة بمن يعني تكون على هذه الصورة من إذن قبل وبعد وبعدها مضاف إليه هذه هي الصورة الأولى من ثم قبل وبعد وبعدها مضاف إليه الصورة الأخرى أننا لا نجد من هنا قبل وبعد وبعدها مضاف إليه عندنا قبل أو بعد ثم نضاف إليه من غير من إذا وجدنا هذا التركيب سنأتي بقبل أو بعد مكسورة وإذا وجدنا هذا التركيب سنأتي بقبل أو بعد منصوبة نأخذ مثالا نقول من قبل الفتح هنا مضاف إليه وقبل مسبوقة بمن كيف نضبط قبل؟ نأتي بها مكسورة نقول من قبل الفتح من قبل صلاة هنا صلاة مضاف إليه وقبل مسبوقة بمن؟ كيف نضبط قبل؟ نأتي بها مكسورة نقول من قبل صلاة طيب إذا لم نجد من نقول مثلا فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه هنا وعاء مضاف إليه لكن قبل ليست مسبوقة بمن؟ كيف نضبط قبل؟ نأتي بها منصوبة نقول فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة الحسنة هنا مضاف إليه وقبل ليست مسبوقة بمن؟ إذن كيف نضبط قبل؟ نأتي بها منصوبة نقول قبل ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة اتفقنا؟ لكن الذي نود أن نتحدث فيه أننا لا نجد المضاف إليه هكذا اسما صريحا في كل مرة المضاف إليه إما أن يأتي اسما صريحا هكذا من قبل الفتح من قبل صلاة قبل وعائي ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وإما أن نجده اسما مبنيا نقول مثلا ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أين المضاف إليه؟ المضاف إليه هنا وهذه الحاء يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم أين المضاف إليه؟ المضاف إليه وهذه الكاف آخر صورة للمضاف إليه أن يأتي على صورة المصدر المؤول ما حكاية هذا المصدر المؤول؟ المصدر المؤول لمن لا يعرفه هذا تركيب لغوي صالح لأن يحل محله مصدر صريح أدي معناه ووظفته حينما نقول مثلا سرني أن تنجح أن تنجح هذا مصدر مؤول تقدير الكلام سرني نجاحك أريد أن أراك أن أراك هذا التركيب مصدر مؤول وتقدير الكلام أريد رؤيتك أخذنا سؤالا للمرة الماضية كنا نريد أن نعرف وأن تصوموا خير لكم أن تصوموا هذا مصدر مؤول وتقدير الكلام وصومكم خير لكم صوب المصدر المؤول مبتدأ وخير خبر وأن تعفو أقرب للتقوى أن تعفو هذا مصدر مؤول وتقدير الكلام وعفوكم أقرب للتقوى عفوكم يعني المصدر المؤول مبتدأ وأقرب هذا خبر هذه الصورة للمصدر المؤول يعني أن المصدرية والفعل المضارع سنجدها كثيرة في القرآن نقرأ مثلا من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي بعدي هنا مكسورة أين المضاف إليه؟ أن نزغ هذا المصدر المؤول في محل جر مضاف إليه تفقنا؟ نراجع ما قلنا بالنسبة لقبل وبعد إذا لم نجد مضافا إليه نأتي بقبل أو بعد مبنية على الضم نقول لله الأمر من قبل ومن بعد هنا ليس هناك مضاف إليه فأتينا بها مبنية على الضم ومن قبل كانوا يعملون السيئات هل هنا مضاف إليه؟ لا لا يوجد إذن نبنيها على الضم ونقول ومن قبل ومن قبل كانوا يعملون السيئات ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص أيضا قبل ليس بعدها مضاف إليه فأتينا بها مبنية على الضم طيب إذا كان عندنا مضاف إليه فإن عندنا صورتين حينئذ إما أن تكون قبل وبعد مسبوقة بمن أو غير مسبوقة بها إذا وجدنا من مع المضاف إليه طبعا كيف يكون الضبط في هذه الحالة؟ نأتي بقبل أو بعد مكسورة نقول ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا هذا مضاف إليه وقبل مسبوقة بمن؟ فأتينا بها مكسورة نقول من قبلي من قبل هذا وإن كنت من قبله لمن الغافلين ألها هنا مضاف إليه وقبل مسبوقة بمن؟ فأتينا بقبل مكسورة نقول من قبله لمن الغافلين فنتبع آياتك من قبلي أن نفل ونخزى أين المضاف إليه؟ اتفقنا بقى أن نفل المصدر المؤول هذا هو المضاف إليه وقبل مسبوقة بمن؟ فأتينا بها مكسورة نقول من قبلي أن نفل ونخزى طيب إذا وجدنا المضاف إليه لكن قبل وبعد ليست مسبوقة بمن حينئذ نأتي بقبل أو بعد منصوبة نقول وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة يوم هذا مضاف إليه لكن قبل ليست مسبوقة بمن إذن كيف نضبطها؟ إذن نأتي بقبل منصوبة نقول قبل يوم القيامة وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاث ورئية وكم أهلكنا قبلهم هذا هو المضاف إليه ولكن قبل ليست مسبوقة بمن فأتينا بها منصوبة نقول وكم أهلكنا قبلهم من قرن لا نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي أين المضاف إليه؟ المصدر المؤول وقبل ليست مسبوقة بمن فنقول لنفد البحر قبل لا أن تنفد كلمة ربي أخيرا كنا نريد أن نتوسع في موضوع المصدر المؤول لكن أخاف أي طول الفيديو لكن باختصار عندنا صور كثيرة للمصدر المؤول من أشهرها أن المصدرية والفعل المضارعي كما قلنا وأن تصوموا خير لكم هذا هو المصدر المؤول أن المصدرية والفعل المضارع ومنها أيضا ما المصدرية والفعل الماضي نقول مثلا أحببت ما صنعت يعني أحببت صنعك أن ومعمولاها يعني أن واسمها وخبرها سرني أنك ناجح يعني سرني نجاحك هذه ثلاث صور مشهورة لكن هناك أحرف المصدرية الأخرى كي والفعل بعدها حينما نقول ذهبت إلى المدرسة كي أتعلم يعني ذهبت للتعلم همزة التسوية نحن لا نتراجع سواء أمتنا أم حيينا سواء أمتنا أم حيينا يعني سواء موتنا أو حياتنا وهكذا والمصدر المؤول موضوع مهم جدا فأرجو أن نهتم به نلقاكم إن شاء الله على خير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتبه إليك والسلام عليكم ورحمة الله نصطفي حكمة نجدلي مشهده لا تضيع المعالي لدينا سودة والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المدى والسودة نغذي بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد اقتدى ترجمة نانسي قنقر